ولي الوقوف عند آخر المستجدات والمشهد الانتخابي من تركيا ينضم إلينا من أنقرة الزميل زيدان زينكلو مراسل حدث صباح الخير زيدان وأهلا بك ساعة الحقيقة تقترب في تركيا التنافس على شده كيف يمكن وصف الأقبال في هذه الساعات الأولى من هذه الانتخابات المفصلية في تركيا نعم جيزيل بالفعل صباح الخير أولا لك ولمشاهدي الحدث ساعات قليلة وينكشف الستار عن هوية الرئيس الثالث عشر لتركيا هل سيحافظ الرئيس رجب طيب أردوغان على مقعده في رئاسة الجمهورية أم أن صناديق الاقتراع ستأتي بمنافسه كمالك الجدار أوكلو بالنسبة إلى موضوع الأقبال لا شك أن ساعات الصباح تحدث قبل ساعة فقط بدأت عمليات الاقتراع هنا في العاصمة أنقرة وفي المكان الذي نتواجد فيه نحن في منطقة تشانكايا هذه المنطقة هي معقل المعارضة التركية ومعقل حزب الشعب الجمهوري ومعقل الكماليين هنا في العاصمة في هذا المركز على سبيل المثال وتحدث عن مشاهداتنا الأولى هناك إقبال كبير منذ أن فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في هذا المركز 7000 ناخب يحق لهم التصويت بعد نصف ساعة من بدأ عمليات التصويت سألنا المسؤولين عن إدارة المركز قالوا لنا أن 10% في النصف ساعة الأولى صوتوا فعلا في هذا المركز هذا يدلل بشكل أو بآخر على أن نسبة الإقبال ربما تكون عالية توازي نسبة الإقبال الكبيرة في الجولة الأولى طبعا صناديق الاقتراع يستمر عملية التصويت تستمر عملية التصويت حتى تمام الساعة الخامسة عصر هذا اليوم ثم تبدأ فورا عمليات فرز الأصوات ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية مساء هذا اليوم نعم يعني كيف تنقل لنا أيضا مزاج الشارع التركي من خلال تقييم كلا الرجلين كل واحد منهما استنفذ ما لديه من أوراق نعم نقطة فاتتني قبل قليل سأتحدث عن إجراءات الأمنية ثم أجيب عن سؤالك لو سمحت نعم وزارة الداخلية خصصت 700 ألف عنصر أمني وزارة الداخلية خصصت 700 ألف عنصر أمني لحماية صناديق الاقتراع هناك أكثر من 500 سيارة تدخل سريع للمشاركة في أي إجراءات أو أحداث خارج عن إطار القانون أيضا سيكون هناك في كل ولاية فريقين من الكلاب البوليسية المدربة يمكن أن يرتفع إلى أكثر من ذلك إذا استدعى الأمر أيضا الطائرات ستحلق نتحدث عن طائرات المسيرة الدرون ستحلق فوق المراكز ذات الحساسية الأمنية وهنا نتحدث عن المراكز التي سيصوت بها كلا المرشحين وأبرز القادة السياسيين في تركيا أيضا يمكن أن تم السمح لطائرات الهلكوبتر في التحليق في حال كان هناك أي إجراءات تستدعي ذلك بالعودة إلى موضوع الاستقطاب أو المزاج الشارع لا شك هناك استقطاب كبير في الشارع وهو ما يفسر حالة الإقبال الشديد هي الفرصة الأخيرة لزعيم المعارضة في مسيرته السياسية ربما لأن خسارته في الرئاسة كما خسر في البرلمان في الجولة الأولى تعني عمليا ربما نهاية حياته أو مشواره السياسي أيضا الرئيس أردوغان يخوض آخر انتخابات رئاسية أو انتخابات له كرئيس للجمهورية فاز في كل انتخابات لا يريد أن يسجل أي هزيمة في آخر استحقاق انتخاب يخوضه وبالتالي هذا يفسر حالة الاستقطاب الكبير والدعوة من قبل كلا المرشحين لأنصارهما بالتصويق بكثافة والمشاركة في هذه العملية بكثافة كان هناك خشية خلال الأيام الماضية من تقاعص كلا المعسكرين معسكر الرئيس أردوغان لأن حضوظ الفوز لديه مرتفعة ومعسكر كمال كلوشدار أولو لأن قسم من أنصاره فقدوا الأمل بعد نهاية الجولة الأولى وبالتالي هناك إصرار من كلا المرشحين على دعوة الأنصار للمشاركة بشكل كبير لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات